السيدة أمو أحمد متجوزة من 16 سنة كل حاجة كويسة مع زوجها لكنه لا يصلي ولا يصوم ولكن إذا شاف حد من ولاده ما بيصليش بينبههم لأنهم يصلوا أنت الكلمة دي تقولي أنه هذا الزوج يعترف بفرضية الصلاة وبأنها ركن من أركان الإسلام هو لم يتعود لم يتربى في بيت بياخد بئدين ولاده على أنهم يعلمهم الصلاة ويعودهم على الصلاة فهو ما تدربش عليها ومن هنا بنركز على فكرة أن نحن نخلي بالنا على ولاد منذ نعومة أصفارهم وهم صغار يتدربوا على أركان الإسلام ونحاول معاهم كما أنهم يتعودوا على محاسن الأخلاق كل ده ولما بيتزرع في الصغر بيبقى سهل على الإنسان في الكبر ودي نموذج أمامنا أنه لم يعتد على ذلك رغم أنه عارف يرى فرضية ذلك لأنه بيأمر ولاده بالصلاة التي هو لا يصليها الحالة دي المطلوب من حضرتك الصبر والدعاء والنصيحة برفق وأنك تحاولي تعاونيه على ده تقولي له طب يلا قوم بس توضي نصلي مع بعض الصلاة دي جماعة طب قوم نصلي الفجر وتكتهدي قدر طاقتك ما تيأسيش ادعيله أنه ربنا سبحانه وتعالى يفتح مسامع قلبه إلى ذكر الله تعالى اللهم أمين أجمعين يا رب العالمين ده اللي مطلوب من حضرتك ما فيش حاجة تانية مطلوبة من حضرتك الصبر النصيحة بالحسنة والدعاء الدعاء الدعاء لهذا الزوج ولعل الخير الذي يقوم به يكون سببا في هدايته ورجده يا رب